يشكو العراق من ارتفاع نسبة البطالة بين أوساط الشباب إلى مستويات مخيفة في وقت تشهد فيه البلاد تزايدا ملحوظا في أعداد العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج أكثر من مليون عامل من مئة دولة أجنبية يعملون بصورة غير قانونية في العراق في حين يعاني المواطن العراقي من البطالة بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة هي العمالة الأجنبية بنغلاديش باكستان وهي عمل خاطئ لأن العمل العراقي موجود العامل العراقي موجود والخريج موجود الغير خريج موجود الذين لديه شهادة موجود والغير شهادة موجود لكن الشركات العراق تجيب باكستاني وتجيب أبغاني الشغل له بالمستشفيات وأربعة دولارات ولتلت دولارات فاعتياده هذا العراقي هذا ما يصرف له ويبرر بعض أصحاب المشاريع رغبتهم بالعامل الأجنبي بديلا عن العراقي باستعداده للعمل لساعات طويلة وقبوله بجميع أنواع الأعمال بأجور زهيدة فيما يرى آخرون أن العامل العراقي أحق بفرصة العيش وأنه قادر على القيام بجميع الأعمال بكفاءة عالية العامل العراقي يعني يشتغل يوم يوم ما يشتغل بينما العامل العمال الأجنبي هو مستمر رياق بالعمل يوميا هذا السبب السبب الثاني مشاكل المشاكل العشائرية للعامل العراقي يعني بسقوطة يندعيم ينضروب ينجري حينانا يسبب أنه مشكلة هاي أيضا من المشاكل الرئيسية الموجودة عندنا طبعا نحن نفضل أن يكون العامل العراقي ابننا وابن بلدنا وابن وطننا هو العامل العراق هو ما كان يشتغل والعالم يتقلك العراقي ما يشتغل والعراقي تعبان والعراقي يسخ طيب جقارة العراقي يشتغل والعمالة قبل كان العراقي ما يشتغل على الاستناءات العراق واقفped على البنقلاديش والباكستان ليتشاء أسه قاموا جيب الشركة جيب لك واكستاني جيب لك هندي جيب لك وانكي هادش وبات ملف العمالة الأجنبية تجارة رابحة لجهات سياسية نافذة ممن يعملون كمتعاهدين في تشغيل العمالة الوافدة ما جعلها تستحوذ على ما يزيد عن 80% من سوق العمل العراقي في بعض المجالات بالقطاعين العام والخاص وزارة العمل لم تفعل شيء في حين هي المسؤولة عن تطبيق قانون العمل وهي المسؤولة عن مراقبة ما يحدث بالانتهاكات وتقديم المخالف المحاكم أو وضع الشركة المخالفة في القائمة السوداء وحالة المحاكم المتصر اليوم المسؤول الوحيد والأكثر مسؤولية هي وزارة العمل وإضافة إلى لجانة التفتيش التي تضم الوزارة وتضم أصحاب العمل وتضم وثيل العمال وتتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب وزارة العمل الحالية قالت في كانون الثاني الماضي إن عددهم أربعة آلاف عامل فقط فيما كشفت لجنة العمل البرلمانية مؤخرا عن وجود نحو مليون ونصف مليون عامل أجنبي في العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر